جماعة الإخوان الإرهابية هرب عام 1954 صدر عليه حكم بالإعدام في محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر راح سويسرا قعد في سويسرا وعمل أول مركز خاص بالجماعة في جينيف ثم خلف طارق وخلف هاني وخلف مجموعة من جماعة الإخوان الإرهابية وهو متجوز بنت حسن البنة مؤسس هذه الجماعة الإرهابية سعيد رمضان ده طارق المتهم حاليا في قضايا اغتصاب مش قضية عدة قضايا اغتصاب دول ولاد الإخوان يعني الإخوان ولادهم وأحفادهم ومؤسس هذه الجماعة عنده عدة قضايا حاليا في فرنسا ومعرفش في سويسرا وفين أكتر من مكان قضايا اغتصاب ومش جديدة يعني خلي بالك تاريخ وهقولك التاريخ إحكايته فطارق السعيد رمضان اللي قدام حضراتكو ده متهم بهذه التهم الشنيعة تاريخ الجماعة في هذا السياق ويمكن إحنا مؤدبين جدا وبنخاف ربنا أنا بعني كلامي واضح إحنا كدولة يعني أنا بتكلم الدولة المصرية مؤدبة وبتخاف ربنا لو مصر مؤسستها على مدى تاريخ هذه الجماعة الإرهابية كشفت ما لديها ولكن بقول الأدب والاحترام طول الوقت كانت لابد أن تعري هذه الجماعة ولكن الخوف بس مش من حاجة أخرى طارق طارق سعيد رمضان وليه أنا بقول اسمه أبوه عشان أبوه أول أو واحد من أوائل العملاء للمخابرات الأمريكية والإنجليزية والسويسرية تحالف مع الرئيس الأمريكي أيزن هاور وليه صور موجودة اللي عايز يشوفها ضد الرئيس عبد الناصر وكان سعيد رمضان أبو طارق رمضان الأحد قيادات الجماعة الإرهابية زوج بنت حسن البنة المجرم يتعاون مع جهزة الاستخبارات الإنجليزية والأمريكية ضد الرئيس عبد الناصر بالضبط التاريخ النهاردة بيرجع هذا التاريخ أكأنه مبارح هوريكم بعد شوية العملاء بتوع الإخوان اللي هما كانوا في الكونجرس مبارح هوريهم لحضراتكم فسعيد رمضان أبو طارق وأنا بقول لحضراتكم وثيقة صدرت عام الفين يوم تسعة وعشرين ستة سبعة وستين تم الكشف عن هذه الوثيقة هذه الوثيقة موجودة في الأرشيف السويسري الفيدرالي السويسري ده سعيد رمضان قالت هذه الوثيقة إيه عن سعيد رمضان قالت إنه تنص الوثيقة اللي موجودة في الأرشيف السويسري عايز يطلع عليها على إنه سعيد رمضان هو عميل استخباراتي للإنجليز والأمريكيين وتعاون مع أمريكا ضد الرئيس عبد الناصر يبقى إحنا نعرف الحكاية جاء ابنه طارق طارق في أوروبا كانوا عاملينه ما فيش بعد طارق رمضان ده اللي بيعمل جاء خده عكشه القضاء الفرنسي القضاء الفرنسي عكش طارق ابن سعيد رمضان بتهمة وهذه الاتهامات في أوروبا أكتر من الاغتيالات لا تقل عن القتل ولأن هذه الجماعة وزبانية الجماعة وولاد الجماعة كده أكتر من كده مش هتكلم كتير في الموضوع ده ولكن احنا بنكشف النهاردة اللي العالم كله بيتكلم عليه على فكر الخبر ده من أهم الأخبار المتدولة في العالم على مدى الساعات الماضية حفيد ده الإرهابي حسن البنى لأنه ده كان ايه بيقدم نفسه على أنه عالم وأنه إسلامي وأنه بيقرخ بقى للتاريخ ويتحدث عن الإسلام طبعا الصورة السيئة من هؤلاء هي اللي بت يعني هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام ولم بيجي يكلمك حتى البي بي سي رفضت البي بي سي لأنه هم العملاء بتحها نعم بي بي سي مرضيش تقول عليه إخواني أبدا قالت عليه أنه مصري قالت عليها المصري السويسري لم تذكر أنه إخوانيا يعني في عنوانها كده بي بي سي لما كده بالخبر قالت لك توقيف المصري السويسري طارق مش عارف مين رمضان حاجات كده في قضية اغتصاب تيجي في التفاصيل الخبر بي بي سي مش عايزة تتهم الإخوان لا خالص هي بتحافظه ودفع عن مصالح وحقوق جماعة الإخوان الإرهابية وجه له القضاء الفرنسي تهم بعدما تم طبعا المواجهة مع اتنين منهم واحدة عربية أو تونسية وهو أكد في اعترافاته إنه التقى بالفعل وقالت اعترافاته موجودة والمنصورة من خلال القضاء الفرنسي مش بتاعنا احنا فقال الكلام اللي حضراتكو تابعتوه أو مش تابعتوه وأنا بحاول يعني أتحاشى بعض الحاجات اللي كانت تكلم عليها بالتفاصيل والبنات تكلموا عليها ولكن هو اتهام أوقفه القضاء اهو من هو الأكاديمي المصري السويسري طارق رمضان المتهم بالغتصاب يعني البي بي سي عشان الحياة والمهنية والمصدق مش عايزة تقول عليه إخواني الإخواني وأكاديمي مصر سويسري يعني لازم مصر لا ما لهش علاقة بمصر ده راجل ما بيجيش بلدنا أصلا ده اعتناك ده إخواني قلبا حتى يعني صحف العالمية حفيد حسل بنا هو ده الخبر إنه ابن حفيد نجلة حسل بنا والدته بنت حسل بنا إنه ولكن البي بي سي حضراتكم طبعا عارفين الدور اللي تقوم بي البي بي سي بشقايها التلفزيوني والإزاعي وحتى المواقع بتاعتها نيورك تايمز قالت لك حفيد دي البنا بواجه أحكام بالسجن تصل إلى عشرين عاما في قضاء الاغتصاب نيورك تايمز وقالت إنه إنه في عقوبة واحدة تصل لعشرين وواحدة تصل لخمستاشر يعني قدامه العقوبات الموجهة لي تصل لخمسة وتلاتين سنة تبقى لي نيورك تايمز وطبعا كان موجود هو جامعة أكسفورد في بريطانيا والتفاصيل لأنا بتكلم على ده ما أشبه الليلة بالبارحة جماعات الإرهاب الإخواني الكونجرس الأمريكي مبارح راحوا يستنجدوا بالكونجرس مجموعة من العملاء آيات عربي أسامة حسن هاني القاضي فؤاد رشيد فؤاد رشيد ده كان ناقص يحط علم أمريكي على دماغه مش كرافطة لا حط العلم ويلبس ويعمل بدلة فصلها بدلة أمريكية عشان يستقبلوه بالأحضان في الكونجرس الأمريكي فؤاد رشيد عمال يقدل في الكرافطة وزبط والمجرمة الخائنة عملة مخابرات الأمريكية أهو أقف هنا أقف هنا أقف هنا أيوة فؤاد رشيد ده هذا الإرهابي ده في الكونجرس الأمريكي لابس علم أمريكي بقول لكم كان ناقص يفصل بدلة بتاعة علم أمريكي عشان يستقبلوه كده بالأحضان ونرحب به في الكونجرس وأهلا وسهلا وأنتو طلبتكم عايزين إيه عايزين أنه أمريكا تقطع المعونة العسكرية عن مصر وكأنه احنا عايشين على المعونة أكأن المعونة دي لمعيشة مصر مثلا يعني وإنه طبعا فابركة والإرهابي عامر مصطفى والإرهابي محمود الشرقاوي دول الخوانة العملاء الإرهابين اللي كانوا بيقدموا شكاوى ضد الدولة المصرية وشعب المصر العظيم ورايحين طبعا يستنجدوا بالأمريكان اعرف بس مين العميل الأمريكي الحقيقي اعرف بس عدرتك اهو دول عملاء الولايات المتحدة الأمريكية هذا فؤاد رشيد فؤاد رشيد وقفين عارفين اللي وقف كده نستني بس طبور الطبور يقول له تعالى وقعدوا وقفين ساعتين ثلاثة لحد ما فتح لهم الباب وقفين في الطرقة دي يستنجد بي الزر اتنين ولا ثلاثة ولا اربعة من أعضاء كونجرس طب يا عادي وانت عارفين أعضاء كونجرس زول ايه ما فيهم هنا وفيهم هنا